بالعادة لما يصير انفصال وخصة لبنية لما تعيشوا يا أمها الأم تصير هاي الشريرة اللي هي تصيح وطبعا بداعي التربية ويصير الأب هو السدر الحنين اللي يجيب هدايا يعني الجانب الحلو فالأم يصير عليها هاي النظرة شوف شلون انت خلصت من هالمورة أنا أخذت بعمر صغير أنا يعني عمري يمكن 22 أنا عندي خيال أو 21-22 هو خمس سنوات دام الزواج صح؟ أربعة أربعة لا ألفين وسبعة ثمانية تسعة عشرة دعش أربع سنوات أو خمسة خيال أنا صرت لها أب وأم أنا بعمر صغير شلت المسئولية أنا شنت أشتغل وأودي بنتي روضة وأني أسوي غدا وأني أسوي عشا وأني أقعد الصبح أسوي لها هاي اللانش بوكس اللي تأخذوا ياها وأرقى الروضات وأفضل وأحلى مكانة لأنه بالعادة الممثلات الأم تربي المربية مثلا تربي أنت تجمت أنا خيال حساسة كلش أنا حساسة صارت مرية أبوالك عزلة عزلة يعني بحيث يكي من يندق الجرس من ينصدم أي والله بعدين لا من خليتها بالروضة بدأت شوية إجتماعية أكثر عندنا صغيرة صغيرة وكحة هاي راح أتعبتش وكحة وكحة أخانزر عليها تضحك ترجمة نانسي قنقر